أطلال مرافق حكومية هي ما تركته القاعدة في محافظة أبيان لتتسلمها لجنة أهلية تحضر فيها السلطات الرسمية في اتفاق هو الأول الذي يقضي بانسحاب القاعدة دون قتال وساطة أهلية هي من أبرمت هكذا اتفاق بهدف تجنيب المحافظة ويلات الحرب حسب قولهم خصوصا بعد توجه الحكومة والتحالف لحرب القاعدة في اليمن شكرا للجنة على ما بذلته من جهود تجنب المحافظة ويلات الحرب لم يجري الحديث عن الاتفاق طويلا حتى عقس كواقع ملموس فمنذ اللحظات الأولى للاتفاق انسحبت عناصر التنظيم من المرافق وجرى تسليمها للجنة بل وحتى تذليل العقبات أمام تنفيذ الاتفاق بغي معنا حاجة بسيطة من الأدارات موجود فيها مزروع ألغام ونوع من العبوات هكذا يستمروا فيها ويبلغونها بأنها نظيفة ونستلمها منهم ونسلمها إلى اللقنة الأهلية المشكلة هذه المرونة التي يبديها التنظيم والتزامه حسب مراقبين تثير الريبة خصوصا في عدم وضوح بنود الاتفاق كمستقبل عناصره المنسحبة ووجهتهم القادمة في ظل غياب دور السلطات المحلية ونطلب من دولة المحافظة أو ممثلين المحافظة في الدولة بأنهم يساعدونها لأننا نأشدهم إلى الآن هذا من أول يوم ونحن مستمرين ولا نبصر حد ولا حد يساعدنا بشيء حضور للمواطنين لافت شهدته الأسواق والشوارع يعكس استبشارهم بحالة أمان طالما حرموا منها وانتظروها شكرا